اصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة في سوريا منددين فيه بالدور الروسي وقال البيان إن الشعب السوري خرج في هذا اليوم بشجاعة وستمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي لكن نظام الأسد قابل تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري وأضاف البيان حان الوقت للنظام وداعمه بمن فيهم روسيا وإيران وقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري البيان أشار أيضا أن هذه الذكرى السنوية للثورة تتزامن مع العملية العسكرية على أوكرانيا مما يشكل ذلك انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين هذا وأكدت الدول عبر البيان تواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومواصلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي ووصول المساعدات دون عوائق كما حثت الدول على الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعصفي وتوضيح مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زلوا في عداد المفقودين ترجمة نانسي قنقر